أهلا بكم علاقة وطيضة تجمع مصر والمملكة الأردنية الهاشمية بدأت مع استقلال المملكة في عام 1946 حيث تتميز تلك العلاقة بكونها علاقة فريدة بما يجعلها نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف وتحديات كبرى تتوافق وتتناسق الرؤى المصرية الأردنية دائما في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية كالقضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا والعراق والليبيا واليمن ولسيما تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة العربية على صعيد العلاقات الاقتصادية ترتبط مصر والأردن بعدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية المشتركة لعل أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى واتفاقية أغادير الأمر الذي أسهم في ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 25% خلال عام 2021 مسجلا أكثر من 915 مليون دولار كما تشرف على التبادل التجاري الثنائي لجنة عليا أردنية مصرية مشتركة تجتمع بشكل سنوي دوري وتشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وجاء تجشين القاهرة وعمان لآلية التعاون الثلاثي مع بغداد في عام 2019 ليؤكد رغبة البلدين في تحقيق التكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على شعبي الدولتين وعلى المستوى العسكري يجمع القوات المسلحة لكل البلدين عدد من التدريبات العسكرية لعل أهمها تدريب العقبة الذي يهدف لرفع قدرة وجهزية القوات المشاركة به وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري بين البلدين مشاهدين الكرام كان هذا عرضا موجزا للعلاقات المصرية الأردنية شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة